في وجه الجهل يهتف رواد التعليم كرامة في راتبي ليتصدر هتافهم التيرند عبر مشاركة آلاف المعلمين والناشطين والحقوقيين والإعلاميين اكتظاض وسائل الواقع الافتراضي بالتغريدات يتزامن مع إضراب المعلمين في الواقع الفعلي بعد حرمانهم من رواتبهم لسنوات حيث يدخل إضراب المعلمين أسبوعه الثالث وصى تفاعل أرعب الحوثيين وزاد من رعب الميليشيا دخول محسوبين عليها على خط الغضب الشعبي المتضامن مع المعلمين بعد أن عجز مؤيدو الميليشيا عن اختراع مزيد من الأعذار ورأوا حال الميليشيا مع الغضب الشعبي كحال الهشيم مع النار أحد الإعلاميين المؤيدين للميليشيا كتب متندرا من خطابات المدعو المشاط وتناقضاته التي انتهت للاعتراف بأنهم من يرفضون دفع الرواتب للموظفين حيث انتهت تغريدة العمري بمن تهى إليه خطاب المشاط المتناقض السعودية وافقت ونحن رفضنا الخوف من غضبة المعلمين التي يمكن أن تشكل شرارة نار مجتمعية تلتهم الميليشيا دفع الميليشيا للتلويح بالعنف ردا على الإضراب ثم ممارسة العنف فعليا في وجه المضربين وعلى سبيل المثال فقد أقدمت الميليشيا على اختطاف عدد من المعلمين المضربين عن التدريس في مدرسة النهضة في المحويت واقتادوهم إلى جهة مجهولة عنف برز حتى في جلسات التجميل لقبح الحوثي عبر ما يسمى جلسات النواب بصنعاء فحين تحدث يحيى القاضي عن المرتبات جاء الرد من خلال أحد قيادات الميليشيا عبر التهجم على القاضي بالجنبية واتهام من يتحدث عن المرتبات بأنهم مرتزقة هو إذن غضب شعبي إحدى مظاهره غضبة المعلمين المضربين وفي المقابل يبرز الإجرام الحوثي الذي لا يلقي بالا لحياة اليمنين فهل تكتب الغضبة التعليمية الخاتمة المحتومة للميليشيا الخمينية ترجمة نانسي قنقر